الآن الجميع يريد بقاء بالماضي وعدم المغامرة بالتعاقد مع مدرب جديد لا يعرف العقلية المنتخب الوطني لكن رغم الأخطاء التي ارتكبها بالماضي هل أنت مع أو ضد بقاء الناخب الوطني حاليا؟ لماذا ضد بقاءه؟ نحن قلنا كما أقولك العامل في الاستمرار هي أن نأخذهم الأمثلة على الفرق العالمية لناجحة في استراتيجيتها لما نشوف الكرة نريد الرد فقط على بعض الأطراف التي قالت بأن جمال بالماضي ارتكب أخطاء فادحة في لقاء الكاميرون والجزائر الأخير تسبب في إقصائنا مباشرة من المونديال سنحاول الرد على هذه الأطراف التي تحاول دائما رمي التهمة على الناخب الوطني جمال بالماضي نحن إذا هذا الأطراف إلى هذا الأطراف رأيهم مدربين يجوا يقولون لنا وشنا مدى الأخطاء؟ وإذا كون كمتفرج كل متفرج عنده كما يقولك الرأي تاعه وكيف نظر أكيد هذه هي السؤال ينمد له ربما لهذه الناس اللي نحترموهم بالطبع يعني نحترموهم الأراء تعقل يا أراء شعب الجزائر يا هل تارى هوا هنا قدامك هوا لعب ويعرف كما لما تدخل أحد جالي مصطفى مازا قالق بعض الشيء من هذا لا لا تحس تحس وتشوف باللي الحاكم ما راهوش نازيه ونتارك تلعب الداخل وعندك مباراة وين الضغط راهو الضغط كبير وراهيب جدا مباشرة هل التصرف تعلعبين كان عادي فوق الميدان؟ تأخذ تولي الاسترس يزيد تقلاق كما يقولك الخوف من عدم يعني تسجيل ولا عدم لغا وخاصة لما تتلقى هدف لمهوش كما يقولك هاد الأمور كامل عكسة يعني سلبا على الفريق الوطني وين ولو يلعبوا بتخوف كبير فوق الميدان شفناهم لأن الفريق الوطني مش هادة كواة صرفتها شفنا يعني مباراة كيفاش كانوا يلعبوا حتى في كأسي فريقية لو تعاود تشوف يعني ما كانتش كما يقولك مهزالة من ناحية التقنية ولا التغطية كانت يعني قلنا يعني كانوا دي تفاصيل صغيرة تفاصيل صغيرة اللي تسجلوا عني الأدب من هتكلموش عن مباراة الثالثة مباراة الثالثة كان خلاص مباراة الأولى السيراليون والغينية الاستوائية كنا يعني قادرين يعني نربحه إلا أنه كانت ربما غلطات بداية لبعض اللاعبين ولكن استراتيجيا يعني ككل كمباريات ما كناش يعني كما يقولك في أسوأ الأحوال اللي بتعنا يعني أنت تقول أنه تكتيكيا بالماضي خارج دائرة التهمة التي وجهت إليه إنه ماشي تهمة الإنسان يدير تحاليل إنا اليوم إحنا ولفنا هنا في الجزائر عندنا ولينا نعرفه مباشرة نديره المقارنة تمتم نحوسه لكومباريزون آه لما نربحه سيبون كي نخسره نحوسه على المتهم ما كانش متهم كي إن إنسان عمل خلاص مباشرة اليوم بعدش قلت لك أنا علاش يروح اليوم لما تشوف أنت يعني فيز بربعة اختارك كوس العالمية إحنا نحاوله نتمثله بهذا الناس اللي هي كي ما يقولك المستوى العالي الفريق الألمانيش حال عنده مدرب من ربعة وخمسين إلى يومنا هدي ما عندهش عشرة مدربين يوك يملوف قد المنتخد في تقريبا 14 سنة في 82 كان دروان ويكتش كان هو في الفريق الألماني كان مساعد في 82 ويكتش كان مساعد أنا لا أعلم أن أكون موجودة في ذلك الوقت كان في الطاقم الفني في 72 74 72 في 72 لما لعبوا كاس أوروبا وفازوا بها كان معهم في الطاقم الفني 72 حتى 82 ولا هو المدرب الأساسي مورا شكو لي كان معها كان معها فوكس فوكس خضاء لأسويت لا لا خضاء لأسويت بيكن بور في 86 ومبعدها كملها حتى ال 90 مور بيكن بور جال باسمه بيرتي فوكس ومبعدها مورا مكاش عشرة مدربين وهذا الاستمرارية ولكن اليوم السؤال اللي المدهمة تكلموش على بالماضي في الفريق الوطني شكو لي سير الفريق الوطني الانديا لازم الانديا لازم يرفعوا المستوى التعامل في العامل لباش يسيب اللعابين اللي لازم وحضر العالمين شفنا عديد الأسماء في القائمة عديد الأسماء غادرت نحو أوروبا من البطولة الوطنية الآن أصبحت تصنع أفرح المنتخب الوطني بالطبع لأن اليوم وش حاب يقول هذا حاب يقول بكل بساطة أن المدى الخام موجودة هنا وش اللي يخصنا له هنا النظام التنظيم في الانديا الانديا كما قلكم عندها اسمه الديون اللعاب موش خالص ما فيش نظام ربما في بعض الفرق منقوش كل الفرق في بعض الفرق اللي عندهم مشاكل تنظيمية من ناحية إدارية من ناحية التخنية عدة تغييرات في المدربين كيف أشهد اللعاب راح يسيب اللي عند الملامح تعوي يحب يسيب القوة تعوي بش يكون في هذا الفريق هذا ويمد العطاء اللازم في الفريق بشيح يعني يجب تصح منظومة البطولة من أجل اليتماد على بابهم بالطبع هذه هي اللي يحبينا نتكلم أكيد